شكرا ستكون في موضوع المواطنة في موضوع مداخلة ستكون باللغة الإنجليزية موضوع إيكولوجيا البحث طلبوي نحو تعدلية والإنفتاح أضرب من هذه الترجمة صحيحة بإسمكم أرحب بالأستاذ مصطفى كمان الذي أتنا من سكوتلاندا وأستاذ في جامعة أذبرا تخصص، في الحقيقة هو مغربي خريجي جامعة القاضعية في مراقش مختص في التعامل سأترجمها بعولمة التربية مفهوم، مصطلح عولمة التربية كذلك الجانب الآخر من اهتمامات الأستاذ مصطفى هي منظومة القيام ومسائلتها على الضوء أو في الضوء العلماء كذلك يهتم بما يسمى المواطنة العامة أو المواطنة العامة المواطنة العامة أو المواطنة الكونية أو المواطنة الكونية كذلك؟ سيستفى. I've switched to an english. So you are welcome are welcome and the topic will be ecology of additional research towards plurality and openness. You are welcome in your country, you are welcome in our university and we would like للإعجاب، أن أحسن أشكر للغاية لما يتبع لسؤالكم سورة في المزيد من الموزن أن يجبقو فقط إلى من الشخص من المملكات الرجلسي Conference النساء من ضد مجتمع سيكون من السبب ليساعدتمًا إذا سبب بشرية مجملة أتمنى يوميا بشكل تلعيب مجملة بشكل تلعب سنح scale كان مجدداً. إنها قائمة مجدداً. إنها مجدداً مجدداً لتشارك معكم مجدداً معكم تحديث عنه بهذه المعاملات. أستطيع أن اسم أفضل بشكل ترجمة الانتقال بالفعل. شكراً لنا سألتك بالتعامل أعطيب بإمكاني المتحدة أعطيب بإمكاني المتحدة أعطيب بإمكاني المتحدة أريد أن تتحدث عن الإدكالي ولكن أحاول أن أتكلم بإمكاني ميتم إمكاني الأعطيب الذي تريد أن يتفكر بذلك كلمة تتعونج هذا المنزل الذي هو مِنسي فيه عادي مقاربية أحضر جائعاً آل رؤية فهي أحضر للجميع فعيد هذا فعل فعادة وعاً ملابس وعاً ملابس وعاً ملابس يعتقد بشكل طبيعي ويليه هذا ايضاً يجب استخدمي تصبح بنافئة. اقلقي من فضلك يقوم بشيئ بشيئ. اجب انه يضح定 بتصعوا بشيئ واحدا cdc طَعب لأسطلط المبالي. أن تظهر الناس براستلطيتها بشيئ وقع بشيئ اكثر مختصراً بشيئ. التورييف عن الإنسان هي العديد في الأول الداخل باستردار بشتات دوري وحين بالنساء بشكل نظام المتوسط تأكد في دوري تتحدثون من المعرش تبهش بشكل سابق قرارب نمايقات دوري ويغن نوع من اليوم وهذا قرارب يشفه لذلك ومن المجتمع في الصعب والفضلية الاجتماعيج في بالسرعة المستخدمين هو فالشعب الاجتماعيج على الإعلارات المستخدمية والفضلية للأسطبال العربية في الاجتماعات هذه الكلمة معびزة وعبر سياسة هذا الاجتماعيج بأن الإعلارات وقفة هذه الإعلارات سبعة الأدوات اختبع بسرطة هذا المجتمع الاجتماعي من فتح وهذا الشبب لا تريد إ Daha حية جميع الأخدام الأخضر عجلًا وشاركي الأخدام عنها أخلاكي التنية المهتميل مهتمين الأخضر كما نتنتهى نظيت تحقيق الأطفال ويسرحه الناس بحضر بجميع الأخضر الناس الإثنين نحن على الشركة سمع فإن نحن الأخدام الأخدام ت شاركتها في الدوام ويستيقظ تخوص بيطار امركا وتنظر أنه في الرباح ونعمل في الاردان لن تخوص بيطار ايجابه ايضا في الرباح ويساعد لن تلك الاجتاء الى مهمة وهي تفضل الأمر بسبب ليه أعتقد أنه تظهر تلك التعليقات ويأتي في الاجتاء الاجتماعي ستجد الأسفل ويطار وهي رأي يتجد الأسفل الفضل اليسادية التعليقات والمشاركات في الاجتماعي ويساعد الاجتماعي forgedُ من إجر每 reuseł ب Low sort of Serc bejoك savings an ecology of education research which is based on the principle of openness and prol Horizon Polarty To advance this argument this paper is divided into three parts The first part it deals the question of what counts, about Educational Good Research The second part is with the question of what is good education شكرا للمشاهدة لكن ما تريد من countries موذjobنا لدينا أشخاص كثيرا من الواجتماعات الكثير من الأشخاص ستشلمت لشكل أجمال ولكن لدينا فقط تريد على الأشخاص وصل على الذي يستمر بالدني ودني و conquer ديكار ومن ثم والإثير من ذالين انتبught על الژاكاتي و ستصبح أخرى وxo قوة بعض الأجول و الأولو بحكم لسيقين الأول بالأول هو فأنت لو الشخص من الدفاع المتجمية الآن thoughts أنت أعتقد سؤال الزجاج عن الممثل من الدفاع المتجمية لأن ما يكون دولتنا لمحاولا إنه لأنه أتابع يعني أن سؤال الخارجة والذائحية إنه من التطور التي تكون سؤال المحاولة هذا هو الزجاج للهجام و thats دولتنا من التجمية So the role of education is to generate knowledge that will lead to the improvement in the education system. This rationale provides a powerful case for developing research and knowledge that these, what is referred to as what works. It's a huge sort of movement in the UK and America and it's putting a lot of stress on teachers in the sense that it gives them a mod to say, look, this intervention works as such, this is what you have to do as such. I'll try to question that one, what we call evidence-based practice or evidence-informed practice. Now, these sort of issues or the appeal to these notions is widely documented in the literature. I've got a number of references in here, I'll skip those. But the idea here is, there are lots of programs that develop to improve the quality of evidence for teaching. For example, the teaching and learning research program in the UK, a lot of discussion in Canada and a lot of shifts in American education policy in this idea of what works. And what's animated this centrality given to this notion of that education should solve problems is really an anxiety about global ranking. No country wants to come last in the league table in terms of education. So we have this dominance and perhaps represented by the OECD program for international student assessment, what we call PISA for short. And this program, it takes the ability of 15-year-old children and measures them in terms, test them rather, in terms of reading, mathematics and sciences. And you rank in numbers of countries and, you know, God forbid if you as a country, you can last in that or you, you know, you go down the ranking. And there's a lot of issues around that. And for policy makers and governments, this program provides a clear basis for setting improvement targets, especially gaining a higher place in the league table. That's what we're all concerned with, just to come to the top. And, of course, there are a number of critiques with these measures, notably the idea that really what we focus on is on really narrow set of quantifiable measures and they operate with the flow of methodology. So it might come first in the ranking, but is that good education? What are the people that you're producing in that respect? And to my mind, it really is important to interrogate the assumption about education that had this viewed research as problem-solving endeavor. In short, research here is framed within a technological logic. In a sense, this highlights what we call the technological expectations of education. Essentially, education is like a factory. You have an input in terms of, you know, the teaching method and so on and so forth. And it would lead to a better outcome if you control the output. So you're dealing with, in terms of system thinking, you're dealing with a closed system that you have to control all this sort of like operation in order to produce a good product. So education here is based on, as I said, on this idea. If you have the right input, for instance, techniques, intervention, this will generate the desired outcome. Good scores, declining rates of truancy, good discipline, good level of motivation and so on and so forth. So research here, and this is really the interesting question in terms of education research. If you're concerned with this idea of improving an education system, the whole idea of research, all it does, it encounters problems. I.e. there are problems in the world there, for instance, declining rate of motivation in terms of our students. So research comes in at the latest stage in order to rectify that particular problem. And I think this issue here that research only deals with problems that exist in there, I think it's challenged by a wonderful theorist called Carol Bakke. She reminds us that problems do not exist outside the policy process to be solved. Instead, problems are constituted as problems within a particular policy scale. And the question here that she poses is, what's the problem represented to be in a policy? Why are we concerned with a particular problem? Why are we framing it in this particular way? So this particular question, it has the analytical potential of alumnus to rethink or reorient the purpose of educational research. So instead of providing solutions to educational problems, educational research ought to identify and problematise the way problems are conceptualised. That's really the key thing for me here, that education research should not just solve a problem, but it should create problems. It should problematise things in that sort of respect. So here, good education research is not a technological endeavour, and bypassing the question, interrogating how we frame education problems, it provokes us and challenges us to think otherwise and to think anew. How can we possibly reconceptualise something, and in so doing, research becomes transformative and pedagogical in a sense. Research becomes educational, because what you're doing there is, you're not just educating students as such, but you are educating policy makers. You are educating the public about a particular problem, and that's really the purpose of research. And the next question is, what is good education? I just want to start with a couple of comments to just outline a little bit about why I'm concerned with this one here, if we're talking about research. And so far I've talked about the dominant research view in education, that it is to solve a problem. What is missing here, however, is a discussion of the purpose of education, as such. I want to quote a previous, a former minister, English former minister, talks about the purpose of education, and I quote, education is the engine of our economy, it is the foundation of our culture, although that ours, I don't know who's in and out of that particular question, and it's an essential preparation for adult life. We all have a responsibility to educate the next generation of informed citizens, introducing them to the best that has been fought and said, and instilling in them a lot of knowledge of culture for their own sake. But education is also about the political, the practical business, ensuring that young people receive the preparation they need to ensure a good and fulfilling career, and have the resilience and moral characters to overcome the challenges and succeed. Now, it is incredibly difficult to argue against this view, such a dominance of our views, it's so ingrained. But the problem here is, what does it say about education? Education remains as an instrument. What is educational about education itself? And that's really the key question that I want us to, want us to, to consider, as such. Now, Gert Biesta provides a powerful antidote to this notion of global policy discourse, as such, that sees education as a mere instrument. And this is really a key point here, is that, is education just an instrument to achieve something, or is there something educational about education itself, as such. And Gert Biesta provides me with a powerful way to, uh, to think around this one here. And, uh, I'm just going to, uh, I'll find some of his, for the, some of his ideas, for the sake of gravity. But he wrote a wonderful book called Education in an Age of Measurement, Ethics, Politics, and Democracy. Wonderful book, it's, uh, it's quite a, uh, a, leading in issues. And his starting argument is really this notion of education. What happens in education? He defines education as a space in which we encounter different generations. Some of us are old, some of us are young, and education really is that space for us to, uh, to, uh, encounter. Now, this encounter itself is about helping each other to be in the world. So, education is, therefore, an existential question, and, uh, both in local and global sense. Now, we live in a particular world, and that particular world, be it local, be it global, fosters or inhibits certain ways of being. So, how do we help our young people, as such? Okay? What is education for? What is education about education, as such? There are three domains that BSA gives, one of which is subjectification, the other one is socialization, and the third one is qualification. And his basic argument is that at the heart of this three, uh, three notion, uh, is the concept of subjectification. How do you become a subject of your own life? Not the subject of a particular intervention. How do we help young people to be? We bring them, what we say basically to them, welcome to our world when they're born. Okay? But how do we enable them to become subject as opposed to just the object of a particular indication, or sort of, like, uh, intervention? And, this subjectification is the idea that the child needs to exist as a subject, not an object of identification. This is, of course, a very challenging and lifelong issue. Some of us with children would appreciate what, uh, what I'm meaning here. So, we need to give them an orientation in the, uh, in the world. Um, and this is the second, uh, purpose of education, which is the idea of socialization. So, it's the task of education to orient child, children or young people to welcome him or her into our world and show to them how we have organized our world in terms of our culture, you know, in terms of our values, in terms of our religion, in terms of our histories, uh, as such. And that will enable them to become objects in the, uh, in the world. But also, in order for them to be successful, we have to equip them with, you know, certain skills and knowledges, and that's the idea of, uh, 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 qualification as such. Because we need to equip them with knowledge and skill to respond to the urgency of the, of the present. And what are the problems that are, you know, facing, facing us in terms of not just, you know, uh, 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 sort of ecological degradation as such, but issues of poverty, issues that we've spoken about this, uh, this one. I'm sorry, thank you, thank you for that one. Uh, I'll just, uh, skip a few things. So, the key thing here is we need to, uh, uh, enable them to gain certain, sort of, qualification, and this is the purpose, uh, the purpose of, uh, education. So, taken together, these three purposes, BSR argues, constitute good, uh, good education, uh, and these are some of the issues that we need to respond to. So, basically, what is education supposed to be for and about, and what is educational about, uh, about education. I'm just going to, if I can follow just a couple of minutes, yeah, and then I'll move on to, is that okay? Thank you. Thank you. Uh, I'll just skip some, uh, things. Uh, in terms of, uh, research itself, I'm not suggesting that we return back to the, what we call the Parallel War that, uh, talks about early on. Well, that there are positives, post-positivities, and so on, and so forth. But I think the, uh, we need to think in terms of, not in terms of research questions, but research problems as such. That's what I often say to my students, because they all come up to me with a wonderful, they all come up to me with a wonderful, they all say, I've got this brilliant research question, and I'll ask them, what is the problem that grabs you, that you want to, to, uh, research? And I'm going to hear by a quote by Jackie Mazzi, uh, who said that, instead of beginning with questions, which prompts, answer, and foreclose, fold, researchers might begin with these things that present problem in the sense that they take hold and would not let go. That's really what the key idea there. And then finally, I'm going to say something about the, uh, ecology of research, that often when we think of, uh, the idea of research, uh, solving problems, we are, uh, providing a hierarchy, we're all the, you know, looking at certain research paradigms and not the others, but I want us to broaden the, uh, uh, the idea here, and adopt, uh, uh, an ecology, which means that various traditions coexist in that particular, uh, uh, case here, and it will allow us to explore a number of questions. One of which, uh, will be questions relating to the extent to which our pedagogies validate our learners' identities. When we come to the classroom, do we validate your identity, uh, as such? Do we foster creativity, uh, in, in, in that one? Do we narrate, do we give you space to narrate your lived experience? And it is in asking these questions that the importance and challenge for academic institutions might be on the surface, okay? When looking at the, uh, the themes and the various talks in this program, I was struck by the important questions raised and the contribution this colloquium makes. And in this colloquium, opens up and holds a space, it's really important to open up that space and to hold it, to open and hold a space for a range of conversations about education within a Moroccan context. At the same time, one of the greatest contributions of this colloquium is that it makes diverse inquiries from the field of Moroccan education research available to public school too. Thank you very much. Thank you very much for a clear presentation. We will read the questions about education experience To lookitutionalization Question Question Oneni 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 مرحباً 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 اليوم سيكون حول تعليم تفكير الناشئة المغربية والشئلة الأهمية لماذا؟ كيفا؟ ولماذا؟ شكراً شكراً سيد رئيس تحية للحضور الكريم أنا فعلاً سعيد بتواجدي في هذه الكلية لأنني أحد خرجي السيح الثالث وفي هذه الكلية الحقيقة التقطت فيروس الاهتمام بالمقربة الدخولية وببحث الفعل بالسفة العامة هذه المداخلة التي أقصرح على حضرتكم ليست ورقة أكاديمية المعنى المتعارضة عليها عند الماحتين وهي ترافع ترافع حول دعوة محددة جديدة في مجال علوم السربية في المغرب وأظن بأنها تتقاطع ولاح الدينة مع بعض ما وردت في التدخلات السابقة تتدخلات تتدخلات باختصار أو المناحية النظرية في التعوة لتعليم مهارة في النشاء المغربية أو ما يسميه لبعض الباحثين والفلاسفة في تجارب غربية في التفلسف مع الأطفال فيلوزوفية أو تدريس الفلسفة أو تعليم الفلسفة أو تعليم الفلسفة باعتبار أن هذه المهارات هي صمام أمان أمام تحولات التي يعرفها العالم والتي يعرفها العالم والتي يعرفها أيضا المغربة والتي تهدد بكثير من التحولات الكثيرة تتلخص هذه الدعوة من ناحية نظرية ومن ناحية العملية في الدعوة إلى إدماج تعليم مهارات التفكير رسميا في المناهج الدراسية في المراحل البتدارية مع ما يستبعه ذلك من تكوين جيد جديد من المربين في إطار إجازات التطبيقية يتم إعدادها سواء بكلية علوم التربية أو خارج كلية علوم التربية وخاصة بكلية علوم التربية باعتبارها الحادم الأساسي كما أوضح ذلك الأستاذ عبدالخياري وهي معنية التفكير في شؤون التربية وتكوين أو بشعار بالفلسفة وعن الاجتماع وعن النفس بكلية العذاب والعلم الإنسانية وأعتقد أن الأرضية الحاضنة أو القابلة لإحتضان هذا النوع من التعليم موجودة فعلاً من خلال برنامج إثراء الذي أطلقته وزارة التربية الورطانية المستوحق بعامل كما تعلمون من جلبة خالجية ناجحة والذي وضعت في الوزارة الوصية بهدف تشجيع الأطفال وتحفيزهم على القراءة ونحن جميعاً نعلم بتجربة أو بمعيفة أن القراءة أو بعبارة أصحة مطالعة الحرة مراضفة للتأمل التفكير للتأمل التفكير طبعاً بالداتي بل هي فضاء هذا التفكير الداتي الخاص واستخداثاً من ذلك صارح هذه الورقة على الجماعة العلمية المعنية طبعاً بالبحث في مجال التربية سواء في هذه الكلية وخارجها تفكيراً جماعياً منظماً في المعدلة الأساسية التي تعالي منها منظومة تربية تكوين في ميلادنا لأسباب مختلفة وأنها تعلم التفكير الجاهز والمعارف الجاهزة المبنية على النقل من الكتب إلى الذاكرة ولا تعلمه طبعاً التفكير المبني على الحجاج وإعمال العقل طبعاً هناك من سيعتبر هذه الدعوات طبوية أو مجرد حل لا يمكنه أن يتحقق أو يصعب تحقيقه عن أقل المرحلة الراهنة وهناك من سيعترض عليه بمبرلات مختلفة وهذه الورقة وأنا شخصياً أتكهن بأن المردين والأباء سيكون هنا من أول المعترض على مثل هذا الابتراح بحجة أن تعليم تنظف الأطفال مرادف لتعليم تمرد مرادف لثورة على مختلف الصلاة السائدة في المجتمع والتي تنظمه والقنظام المعيين بل ومرادف أكثر من ذلك لتعليم الإلحاة إجزال القول سأمر بسرعة طبعاً أن الدعوة لتعيم مهارة التفكير لناشئة القليلية ستتعيم طلب آخر هو ضرورة إعادة نظر أو إعادة التفكير في المدرسة لماذا في المدرسة المغربية؟ طبعاً لأننا ومنذ أزد من ستين سنة ونحن ننام ونستيقض على فكرة أن وظيفة المدرسة الأساسية هي تكوين خريجيين ليصبحوا موضفين للإدارة العمومية انتلاقاً من هذه المعادلة انبنت المناهج الدراسية وما زالت على نقل المعارف من الكتب والمقررات الدراسية إلى ذاكات التلاميذ والطلب ولكن يظهر اليوم أنه من غير المعقول ومن غير المقبول أن استمر مناهجنا الدراسية في البناء على عادة على قاعدة عمل تلقين معارف أصبحت توفرها تقنيات التواصل الحديثة في عدة ثواني بكبسة زر واحدة بغزارة وبكثاءة عالية خاصة مع كما تعلمون مع طفرة التكنولوجية الهائلة وغير المسبوقة في التاريخ البشرية التي يشهد العالم اليوم المتنتلة في الدكاء الاصطناعي التوليدي وهو الوضع المستجد الذي يستعي إحداثة غير عميق في برامجنا الدراسية هذا الوضع طبعاً المستجد يستعي إحداثة غير عميق في برامجنا الدراسية وأعتبر هذه الورقة مهارات التفكير والقدرة على محاولة الذكاءات البشرية أولاً والذكاء الاصطناعي التوليدي واستعماله ثانياً بإحداثة ركائزي الأساسي من خم الأخر يتعلق بالسؤال حول ماذا قدرة الأطفال على التفلسوف هو في الواقع السؤال مشروع ولكن مردود العام هناك دراسة حديثة في المجتمعات الغربية أثبتت بأن صغار السن يمكنهم ممارسة تفكير المجرد وأن هذه الممارسة تمكنهم من تحسين مهاراتهم تعليمية خاصة في القراءة والحسال التي يحتل فيها تلامذتنا مراتب مخجلة في الواقع ولتأكيد هذا الزعم بقدرة الأطفال على التفلسوف مشروع أولاً أن تعليم الفلسفة الأطفال في المدارس الابتدائية إحظى باهتمام منظمة ليونيسكو التي تعرف الفلسفة في أدبيات العطبان بأنها مبراسة بحرية والتي أنشأت سنة 2016 كرسي لتعليم الفلسفة الأطفال بجامعة أطلنطق الفرنسية وهو حيلو ثانياً على الاجتهادات المغربية تعرفونها بدون شك خاصة الكتاب الجماعي من إعداد وصنصيق الزميل أستاذ عبدوح الفاقيه تحتى علمان طفل والفلسفة من قاربات نظرية وتجابة الروج وهو حيلو كذلك على كتابهم باللغة العربية تعليم تفكير من خلال كراءة لباحث مصري وأخيراً وهذا هو الأهم كتاب لباحث الفرنسي في الأول فلسف الفرنسي فريدي دوليك لونوار تحت عنوان فيلوزوفي كتاب فريدي دوليك لونوار هو عبارة عن خلاصة لورشات نظمة هذا الباحث مع مئات الأطفال عبر مدن فرنكوفونية متعددة في أوروبا وإفريقيا أيضاً وفي الدار البيضاء التي مضم بها ورشات ناجحة ووصل إلى خلاصة أساسية وهي أن الأطفال يتوفرون فعل على قدرة هائلة على مساءلة العالم وعلى الاندهاش وعلى التفكير وباختصار على التفسير ومتذكير الطريقة التي استعملها في الورشات التي نضمها وما زال ينضمها هي التي تعرف بطريقة باسم فيلسوف ماتيول إبمان فيلسوف أمريكا منذ 1970 هذه الطريقة تنتل في ورشات فلسوف على الإطفال تطرحوا أسئلة كبرى فلسفية بالواقع على الطريقة الشقراطية من قبيل ما هي السعدة؟ ما هو الحب؟ ما معنى العيش المشترك؟ ما معنى الحياة؟ ما هي الموت؟ ما هي العواطف؟ ما هو العكل؟ تصوروا في المغرب تطرحوا أسئلة على أولادنا الذين سيطلعون على كتاب منواع سيفاجرون في الواقع بمستويات المبهرة لأجوبة الأطفال وتوصلها بحيث إلى خلاصة مهمة وأساسية يمكن أن نبني عنها وهي أن ممارسة أطفال التأمم وتفكير الذاتي جعلتهم أكثر حضوراً أكثر انتباهاً أكثر تركيزاً وأكثر مسؤولياً كذلك و لو سئلتوا عن تبطر نظري لهذه الدعوات رغم أن هذه ستة ورقة أكاديمية كما قلت بالمعنى وتعرف عليه لقد قلتوا باختصار شديد أن كتابات الباحث السوسيولوجي ومفكر فرنسي كتابه خاصة كتابه لا متود المنهج أو الطريقة التي تذكرنا بكتابات أو بجموعة كتب أريستو في المنطقة تحت عنوان الكلمة اليونانية التي تعني العقل أو الأداة هذه الورقة استلهمت كذلك في محاولة التي تبليل يفسها ودعوتها تجارب منتشرة في مجتمعات المتقدمة أتفر على سبيل المثال ما يعرف أو ما يسمى بالتربية على السعادة التي تعوي إليها الاقتصادي والسعادة ودعاة ما يسمى بالتربية الإيجابية والتي تتدخص الفكرة الأساسية في أن السعادة التي شعر بها التلميت في المدرسة تساعد على التفوق وأن الطالب المثالي يبلغ كامل طاقتهم خلال تحقيق الأهداف التي يضعها لنفسه بنفسه ويجد متعة في تحقيقها من منا من المربين سأل بسعه يوما هالتلميذ الذي يجلس أمامه سعيد سعيد بحضوره في المدرسة وسعيد بتعلمه وسعيد بحضوره هذا أظن من الأبحاث التي نفتقد إليها كثيرا وهناك شهادة في تراميل وطلار وكذا تذهب في اتجاه مخالف التمام لهذا الاتجاه الجواب على هذا السؤال نجده في ظاهرة شده مع مباليون في المغرب نلاحظها في نهاية كل سنة دراسية ويحتفال سلاة من المدارس بمختلف مسؤولاتهم بالعيطاقهم من المدرسة من خلال صيحات الرقص والفرح التي يصاحبها تمزق كتبهم ودفاتر أبواب المؤسسة التعليمية ورمي محافظهم في الهواء في نوع من البهجة والفرح سواء كانوا نجيحين وغير نجيحين اختلوا مناش عشتهم ويحتفل بلحيث يظهروا في تقديمه كما لو أنهم سجناء بين قوسين أطلق صراعهم للتو أو كما لو أن دفاتر المحافظ والكتب قيودا تكبلهم وتمنعهم من الحياة ومن الحرية اعتربنا صور سوريالية غريبة إلى حديما لكن هذا هو الواقع الذي يستلزم مننا فتير من التركيلي والعمل من خلال جلبتي في تدريس بالجامعة كنت دائما سأنسيها للسؤال هل هؤلاء الطلبة الذين يجلسون أمامي صامتين سعداء الدروس ومستمتعون بالدرس ومستفيدون منه أم أنهم مجرد كومبارس يلعقون أدوار تانوية هامشية في مسرحية اللازعين إلا في حدود التي يسمعوا بحصولهم على الشواهد الجامعية وأكثر من ذلك هل الدرس الذي يقدمه شخصيا طريقة التي يقدمه بها درس المفيد درس المتير للإهتمام والاتفكير والتأمل أم هو فقط لنوع من سلطوية ونوع من علموية ونوع من تعالي على الطلبة وهذا هو الوضع الذي يشير لي كثير من الناس اليوم يقولون بأنه الأستاذ سيصبحه هو الطاليب والطاليب سيصبحه قريبا هو البستاذ وكان دائما يحضرني هذا التحوير الذي يجريه طلبة كلية الأداب العلم الإسانية على اسمها بحيث يسمحوا اسمها هو كليات العذاب والهموم الإنساني لتعبير عن عدم سعادتهم وعدم استمتاعهم بل ومعاناتهم مع إدارة الكلية مع نظام الدروس مع دروس غير فيها شبوعة بيداغوجي إلى آخره بل ومع الأستاذة المشكلة في المناهج الدراسية في تقديري في نوع من الاستخلاص أنها جعل طلبتنا وتلامذتنا يفتقدون لمهارة تفكير الحر العكس هو الذي تقومه ويكابدون من جراء ذلك وضعاً فكرياً ضحلاً ينمي لديهم شعوراً مزمناً بالخوف من تفكير ذاتي المستقيل والحر ونحن نلاحظ كيف أصبحوا يتمتلون الغش في اتحانات كحكم شروع وكأولية دفاعية ضد إحساسهم بالغرب وينزعون جراء ذلك للعبيد والضحية للعبيد والضحية لأن شعوراً عارماً يتملكهم بأنهم محشورون في الزوية بسبب مواد دراسية لا يفهمونها ولا يفهمون لماذا يدرسونها أصلاً سؤال الأخير لا يفهمون أن يصرحوا هذه الورقة في صيغتها نهالياً مكتوبة التي تركنا الضرع علىها فيما بعد وهو لماذا ندعو إلى تعليم مهارة خير للتلاميذ والطلاب في زماني أصبح فيه الدكاء استناعي يفوق الإمكانية العقل البشرية الحقيقة أن هذا السؤال أخذ منه ويورد لأن الدكاء استناعي هو في الواقع مجرد تكتيف آلي للدكاء البشرية وأن الدكاء استناعي لا يمكن أن يعوض الدكاء البشري إلا في الحدود التي يسمحوا بها البشر والفرساب بإرادتهم الواحدة سواء بإرادتهم الواحدة أو رغم عنهم بسبب جشع إمبراطوريات بيانات ضخمة بيقداتا وإمكانياتها المالية ونزوعها نحو السيطرة على العالم وإذكار في الدكاء استناعي لا من يسبع الدكاء الساعية إلا بفضل قوارز مليات من تأليف البشر ومن تم أسبقية الذكاء البشري الأصل على الدكاء الصناعي كفر وعلى كل حال فنحن ما زلنا نعيش في إطار هذه المعادلة شكراً على تمامكم شكراً لكم نظراً لضيق الوقت وسنأخذ سؤالين أو ثلاثة أسئلة مادرة عن هذا وستكون لكم الفرصة لتحقيق النقاش في الجلزات عادمان إن شاء الله شكراً لكم بسم الله الرحمن الرحيم اسم دريش شرقاوي سكوني استحريري مجال الدبلوماسي المغربية هذا مولود جديد شاء الله يعزز الدبلوماسي المغرب أشياء كمتتبع كملاحب مهتم تتواصل ماذا سأقول الحقيقة مداخلة جميلة للأستاذ عمر السؤال الذي أطرحه أين يوجد الخلد أو ما العمل مع العلم عندما هناك رنوان يأتي الجداد أو أعلوم تحبيح المغرب بشكلات ومنايج أنا أقول كذلك مشكلة الحقيقة لنجاح هذه المدوة لن تكون بكل صراحة يمكن أن نقابل وأن نقول غياب غادة السياسية لغنوكي البوليتيك وأنا أعتقد أن اليوم كل واحد تخلى عن دوره ليس في اليوم الأباء لدينا أول شيء وهو البيت أنا أقول حقيقة بعد أن أشكر في المنطقة لهذه الدولة وحقيقة أنا أحب أن هناك تغيير في جمالي هذا المكان حقيقة نشكرهم لكن أعجب أيضا المراهنة على العنصر وأنا أختم بكيف يمكن أن هناك مشكلة للحكامة كيف يمكن أنك إهدامي من الصحة الواقفة محب وعملي كيف يمكن أي واحد أن يشتغل الموقعين في ريال التواصل في ريال التنصيح في ريال التنصيح في ريال تتقبل شكرا شكرا سيد رئيس شكرا شكرا لك السيد شكرا 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 لك شكرا 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 نحن لك شكرا إلى ذلك لأدام قبل التلاح أقض ثم كذلك أنا أقول أحب ذلك، وألتمس من هذا الفريح إذا كان ممكن أو فرق الأخرى بأختيار أن تضمنها نعرف أن المناهج المغربية على المستوى الابتدائي تعتمد ثلاث مداخل مدخل التربية للقيم مدخل التربية للأختيار والمواقع على ضب الهفايات ودائما مع الطلبة أقول كذلك إنركصونا بمحور ومجال مهم يرتبط بتدبير مجال التحول الرقم والذكاء الإستناعي كذلك في تواني معدود أستاذي علاقة بأستاذ الفاضل أستاذ عمر بن عياش أنا أفترض أنك كنت قاسيا حول المجال التكويني في العالم الجامعة وكذلك في عالم حتى المدرسة الابتدائية إذا سألنا هل التلميذ سعيد علينا أن نضرح السؤال الموازي له هل الأستاذ أو المعلم أو المعلمة سعيدة لا أقصد سعيدة إسم سعيدة فعال فعال أما سعيدة هناك عدة سعيدات لا ثم أنه إذا ما طرحنا أن نحكم على الجامعة بأنها كل العدد فمن هؤلاء يخرجوا الكلية من نحن نخرجوا الكلية فقط هناك أشياء المغي أن ترمم فقط شكرا شكرا جميع السؤال بشكل مباشر للأستاذ عبدالله إياري مشكورا على مداخله هل يتعلق الأمر بتنويع ذات عارفة لمقاربات البحث وهنا سنضع هل ما زلنا في تنائية ذات موضوعها في مشكلة استكواء المعرفة على الجلبة أم أننا في المنعطف التأويلي بصدق الإقار من الدات العارفة إلى الدات الثقافية أي الدات المقيمة علميا في المجال الثقافي المدروسة بسبب الاعتبار أن علوم التربية تتضمن مجال الثقافية متعددة وكل مباحث يقتضي بانتماء الويقان شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في الوصف التي تتعلمها في الوقت وقت تتعلمها ولكن في الوقت التي تتعلمها فأنت أعلم أنها مجددا في الوصف التي تتعلمها هي المتنفسة الوحيدة في حياتي هل تفرح؟ لم أكن أعلم أن أقرأ مصرحة في الوصف لا أعلم فأنت أعلم أن أتعلم ونحن أكون أصدقائي ونحن أدخل مجهورة ونحن أدخل في حياتي ونحن أصدقائي ونحن أصدقائي أو أفرح ونحن أكون أحد مجهورة شكرا أعطي الكلمة لأستيد المحاذرون لربط أو لتعليق على مجاعة في المداخلات الحاضرين أبدأ بترتيب الذي أتم لها في الأخير أستاذ أضلتك المدني أولا لا أعتقد أننا في قطار مناقجة لم يشي مناقجة هذه بعض الأفكار تطرحاتي سوف أترجع فقط لفرصة التي تتعليحها بكل الجوانب التربية والعلوم لن أقوم بعرض محاول الفرصة ومن بني محاول الفرصة محوارهم تحت عنوان عن مسارات علوم التربية وفي إطار هذا العلمي هو هناك حديث مفصل عن عن التدبير الرقمي وعن وعن دكا استناء لك أنا لم أعرض كل ما حاول الدراسة ولكن هذا ما لا يهني كذلك أن هذه الدراسة ستكون محيطة بالكيش ثانياً ستصدر الدراسة على مفاهيم بإشرافي من إدارة الولياء إن السيد عميد هو عضو في فارغ العلمي شكراً أعتقد أن أولاً شكراً للحضو الكريم على تفاولي وأعتقد أن طائحة خلال الندوة عدة قضايا مهمة جداً وتحتاج للتفكير وتحتاج للتأمل وربما ستختبر في أدهارنا وهو سيتم تعميقها خلال ندوات لاحقة لاحقة فقط بالنسبة للتفاعلة مع الأستاذ أعتقد أن البراديغم الوضعاني هو مهم على العلوم الاجتماعية والإنسانية والطبع هذا البراديغم كان يشتغل بمنطقة معينة هذا المنطقة تم تجاوزه ظهرت تحولات جديدة على مستويات متعددة مع خصوصاً منها الجانب الإبستيمولوجي والجانب المعيخي فرد ذلك ظهور براديغم جديد نموذج تفتيري جديد نحن نطمح لتطبيق في المغرب وفي كلية علوم العربية نطمح للاستفادة من هذا النموذج الإرشادي الجديد الذي سميته بالبراديغم التأويلي هذا البراديغم التأويلي يريد أن ينفق من وطانيا موحدة لكن أثنين أدعو إلى الاشتغال على منهجة جديدة منهجة جديدة تعتمد على إلى إقامة أو على استحضار استحضار المقاربات البين تخصصية والاستفادة بتفاعل منهجة المقاربات البين تخصصية شكراً بلح شكراً ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والحادثة السائلة إلى أقل هذا الكتاب ياسبه الانفجار العظيم الانفجار العظيم أو عصر النهايات يتنبأ فيه مؤلفه بنهاية كل البنيات والمؤسسات ومن بينها المغراسة ومعبر عنه إجمالاً بنهاية دورة تاريخية وبداية دورة أخرى نهاية المغراسة نهاية الأسرة نهاية الشهادة نحن نزل المسؤول هذه التحولات ستتباني بشكل كبير ولكن الآن تتباني بشكل كبير الآن الشهادة يمكن أن تكون لديك خبرة بدون شهادة ويمكن أن تعمل حسن ما حصل على الشهادة نهاية السوق نهاية السوق بل ونهاية العلاقات الحميمية كما يشير إلى ذلك الكتاب الباعثة اليهودية من أصول مغربية إذا إلوز حول نهاية الحب سوسيولوجيا العلاقات السلبية فإذن نهاية هذه المؤسسات وقيام ومؤسسة جديدة وبروز أو ظهور قيام ومؤسسة جديدة سوريا تعلن عن نهاية القيام والمؤسسات التقليدية التي فتحنا عيننا عليها وألفناها لحد الاعتقاد بأنها قيم ومؤسسات طبيعية وأبدية ومؤسسات تقليدية ومؤسسات تقليدية وكيف ستصبح أو لكم في تتبع أي جلسة من الجلسات باسمكم مكان مكان في القاعة المجاورة وفي القاعة الصغر باسمكم أود أن باسم الحضور أود أن أقدم تشكرة الحربة للمتدخلين المتدخلين للعربة باسمك ترجمة نانسي قنقر halten